السلام عليكم سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق للوضعية التواصلية الأولى المندرجة دمن الأسبوع الأول من الوحدة الثالثة مجال التغذية والصحة المرجع كتابي في اللغة العربية بمستوى الثاني في طبعته الجديدة عنوان الوضعية التواصلية أطلب معلومات عن التغذية أطلب معلومات عن التغذية ألاحظوا وأكتشف أعبروا عما ألاحظوا في الصورة إذن ماذا نلاحظوا في الصورة ألاحظوا الأمة على السرير وعلى ما يبدو أنها مريضة والابنة تحاول أن تعطيها ملعقة من العسل لكي تشفى من مرضها وذلك العسل الذي جلبته صفيته من ملكة النحل كما نتذكر في الحكاية السابقة ألاحظوا في الصورة الأمة على السرير وعلى ما يبدو أنها مريضة والابنة تحاول أن تعطيها ملعقة من العسل لكي تشفى من مرضها أستعمل وأتواصل ألاحظ الصورتين وأتحاور مع أصدقائي وصدقاتي حول التغذية إذا لاحظوا معي في الصورة الأولى نلاحظ طفلا يتناول طعاما جاهزا طعام جاهز وهو غير صحي الطعام غير صحي لأنه يحتوي على كثير من السكريات الموجودة في سواء الغازية كذلك الحلويات المقليات والعصائر أيضا ومرينا في الصورة الثانية نلاحظ طفلا أمامه غذاء متنوع طبق من الفواكه المتنوع الماء وطبق من الخضر المتنوع وطبق من الفواكه أيضا المتنوع والماء إذا في الصورة الأولى نلاحظ طفلا يتناول طعاما جاهزا وهذا الطعام يحتوي على سكريات ودهون وهذه الأغذية تكون مصادرها غير معروفة وقد تسبب المرض وتسبب السمنة كما هو ظاهر على الطفل الأول وتسبب السمنة فكما تلاحظوا فالطفل في الصورة الأولى مصاب بالسمنة وعلى ما يبدو فإنه يكثر من تناول هذا الطعام أعيد في الصورة الأولى نلاحظ طفلا يتناول طعاما جاهزا وهذا الطعام يحتوي على سكريات ودهون وهذه الأغذية تكون مصادرها غير معروفة وقد تسبب المرض وتسبب السمنة وكما نلاحظ فالطفل في الصورة الأولى مصاب بالسمنة وعلى ما يبدو فإنه يكثر من تناول هذا الطعام غير الصحي بالنسبة للصورة الثانية الأغذية أمام الطفل متنوعة بها خضار مختلفة وهناك بطاطس الجلبان القرع الجزر الجروكولي إضافة إلى الطبق المتنوع من الفواكي والماء وهذه الأغذية تساهم في بناء جسمه سليم وكما نلاحظوا في الصورة فالطفل بنية جسمه سليمة عكس الطفل في الصورة الأولى كما تلاحظوا البنية دي الطفل في الصورة الثانية بنية سليمة بينما الصورة الثانية بنية مصاب كما نقول المصاب بالسمنة بسبب تناوله لأغذية غير مفيدة لصحاته سأرغيض قراءة الملاحظة إذن في الصورة الأولى نلاحظوا الطفل يتناولوا طعاما جاهزا وهذا الطعام يحتوي على سكريات ودهون وهذه الأغذية تكون مصادرها غير معروفة وقد تسبب المرض وتسبب السمنة فكما نقول هنا نلاحظ ليس نلاحظ فكما نلاحظ فالطفل في الصورة الأولى مصاب بالسمنة وعلى ما يبدو في أنه يكثر من تناول هذا الطعام غير صحي في الصورة الثانية الأغذية أمام الطفل متنوعة بها خضر مختلفة هناك البطاطس الجلبان القراء الجزر البروكولي البروكولي حمراء قانية فوائدها شاملة فكلها كاملة فكلها عفوا شكرا لكم مهيدا في فيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ما سلام